أخنوش يكشف تفاصيل زيادة 2500 درهم في أجور الأساسدة قدم رئيس الحكومة أخنوش توضيحات بخصوص الوعود الانتخابية التي قدمها لرجال ونساء التعليم وخاصة زيادة 2500 درهم في أجورهم وأوضح أخنوش في الشماع لأغلبية البرلمانية مساء الاثنين بأحد فنادق الرباط بحضور عبداللاطف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أنه كان يقصد بالزيادة في أجور الأساسدة المتخرجين الجدد وأضف أخنوش أن الحكومة تطمح لرد الاعتبار لمهنة التدريس من خلال تحسين دخل الأساسدة عند بداية مصارهم ومشروط بالحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمتيلية وأكد أن هذه الزيادة تتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجر بمبلغ 2500 درهم لتصل إلى 7500 درهم بالنسبة لحملة شهادة التأهيل التربوي من مراكز التربية والتكوين